السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن كسوف الشمس الكل اللي رح يكون في الحمل يوم الاثنين ثمانية نيسان إبريل الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كل هاي من الله كنوع من أنواع ضبط التقويم الهجري أو التقويم القمري يعني الإنسان مهما بلغ بدقة العين أنه يحدد هذا بداية الشهر هذا نهاية الشهر هذا وسط الشهر لابد إلا في نهايته لما بدي يشوف الهلال بالعين يا بكون زاح يوم يا قل اليوم يا يومين يا ثلاث فبصير الكسوف والخسوف على أساس أنه يرجع ينظم التقويم من أول وجديد لأنه ما بصير الخسوف دائما بصير في مراحل ولاة الهلال اللي هي عند بداية ولاة الهلال والكسوف بصير عند اكتمال القمر مئة بالمئة فهذا الشيء بحدد لك القسوف بحدد بداية الشهر والكسوف بحدد وسط الشهر بالضبط فعشان هيك بتكون هاي هي الظاهرة اللي منستفيدها بشكل فلكي أو من ناحية فلكية كأولى يعني إشي أساسي هي التقويم الهجري بالنسبة لهذا الكسوف طبعا هو كسوف مكتمل رح يكون مميز جدا للأشخاص اللي بيتمكنوا إنهم يشوفوا طبعا بالشرق الأوسط ما رح ينشاف حتى بإفريقيا صعب جدا إنه ينشاف ممكن في المكسيك أو في أمريكا طبعا رح نشرحها ونرجيكم إياها على الخارطة الفلكية بشكل أفضل ولكن الآن خلينا نحكي عن الكسوف متى رح يصير؟ أي ساعة؟ متى بدايته؟ متى نهايته؟ بالنسبة للكسوف طبعا هو أول ما يبدأ يتشكل رح يبدأ يتشكل الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة تقريبا منقدر نحكي العصر بتوقيت جرينيتش هاي بداية المراحل أول درجة لا يصبح اللي هو الكسوف الجزئي بيبدأ الساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا أو بعد العصر بتوقيت جرينيتش الحد الأقصى للكسوف اللي هو لما بيغطي القرص طبعا الفيديو شغال على أساس أنه أنتوا تشوفوا المراحل بالضبط كيف رح تكون من بداية ما بلشت أتكلم الحد الأقصى للكسوف رح يكون الساعة ستة وسبعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بعدها برجع بصير ظلي اللي هو بيبلش يتناقص الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبعدها بينتهي نهائيا الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني في مناطق أمريكا بتكون فترات نهار في المكسيك في جزء من كندا الآن رح نيجي فمدة الكسوف هي رح تكون تقريبا اللي هي الذروي الكاملة تسعة وستين ثانية واثنين بالعشرة يعني دقيقة وتسعة ثواني مدة انه يكتمل ويظل ثابت بالسماء للي بيصوروا أو بيهتموا للمراقبة انه مدة رح تكون دقيقة وتسعة ثواني الآن الفيديو اللي ظاهر على الساعة على الشاشة بيحدد الأماكن اللي رح يكون فيها الكسوف ولكن عشان أكون أنا أكثر توضيحا هو رح يبدأ الكسوف عبر المكسيك بعدين بيتجه باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية يعني تاكساس وعننا لوس أنجلوس هاي المناطق هي أكثر أشخاص رح يشوفوا الكسوف بعد كندا البلدان الأخرى بيصير عندهم اللي هو الكسوف الجزئي مرئي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وتقريبا في جزء من أوروبا الغربية أما باقي الدول اللي هي الشرق الأوسط أفريقيا آسيا الجنوبية هاي المناطق ما رح يشوفوا الكسوف هاي المرة لأنه هو بيغطي مناطق أمريكا فغالبا يعني بيصير فيه اضطرابات بالمناخ عندهم أكثر من عنا ولكن احنا رح نتأثر من هاي النقطة طبعا بالنسبة أنه قبل كل خسوف قمر بأسبوعين أو كسوف شمس بأسبوعين أو بعده بأسبوعين عادة اللي يكون فيه خسوف أو كسوف يعني ما بيصير كسوف وما فيه قبله أو ما فيه بعده بأسبوعين لازم يكون فيه واحد موجود الخسوف الجزئي القادم رح يكون يوم ثمنتاش تسعة رح يكون في الحوت والكسوف الحلقي يوم اثنين عشرة رح يكون في الميزان طيب ايش التأثيرات يا سعيد أول شي دائما لما بصير فيه كسوف دائما بنشعر بضغط عالي جدا بنال من قوتنا من شخصيتنا بنفقد السيطرة على عواطفنا انفعالاتنا برضو بيقل عنا التركيز بيصير مشتتين عصبيين ممكن نتخذ قرارات ما تكون لمصلحتنا فعشان هيك يفضل الامتناع عن اتخاذ قرارات هامة والابتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء حاجية ثمينة كما اني بنصح اكثر الاشخاص اللي عرض للمرض بهاي الفترة او عندهم امراض يعني لانه بالفترة هاي يعني بنصير اكثر عرضة للتعب فالاشخاص اللي عندهم امراض مزمنة بدهم ينتبهوا اذا شعروا باشياء غير اعتيادية يراجع الطبيب كمان علينا بالفترة هاي لانه مراحل اكتمال قمر وبرضو رح يكون كسوف فهي فترة منحط عليها علامات استفهام بالنسبة للعمليات الجراحية فدائما منحذر من العمليات الجراحية في فترات الكسوف او الخسوف الاشخاص اللي بيتعاطوا الكحوليات او بيشتغلوا بالادوات الحدي او اللي بيستخدموا السياقة لمسافات طويلة بدهم يكونوا حذرين جدا لانه دائما زي ما حكينا انه الكسوف بيعمل خلل بالتوازن او بيعمل عدم استقرار في توازننا فمع اخذ الكحول شو بدي يصير فينا يعني الفعل مضاعف فعشان هيك بنا نكون حذرين الكسوف غير مناسب جدا للتحديات والرهانات والمباريات الرياضية والامور اللي فيها منافسة طبعا نبعد عنها تماما بيبدأ تأثير على الجميع يوم السبت ستة اربعة بيزول التأثير السلبي للكسوف نهاية يوم عشرة اربعة طبعا مبدأ انه لا وبيستمر وسنة بظل طبعا ما في السنة فيه كسوفين يعني هو واحد بيحمل على واحد ما بيزبطش فهو تأثيره هي تأثيره خلص انتهت الزاوية انتهت تأثير ما فيه ايش بظل ستة شهر او سنة او سنتين واحنا نعاني منه هو تأثيره زي اي زاوية زي اي شيء ولكن ممكن اثار الشيء يعني معنى اخر ممكن اثار الشيء يعني شخص صار خلاف ما بينه وبين زوجته اللي نفترض في فترة الكسوف وتطورت المشكلة اللي ادت لنزاعات حد ما بينهم وما صار فيه انها هي راح تدر اهلها وراح تدر اهله واي شيء من هذا الموضوع فممكن يستمر تبعيات هذا الخلاف لمدة طويلة ممكن انها تصل لثلاث شهور اربع شهور ست شهور هاي اشي طبيعي يعني اي زاوية لها تبعيات مش انه والله انتهت الزاوية خلص يعني والله انا ماسك في حد وقعد مضرب فيه خلصة الزاوية بوقف ايدي اه خلصة الزاوية معلش انا اسف حقك على راسي خلصة الزاوية لازم نوقف لا هاي تبعيات احنا التأثيرات اللي بتكون بتولد الخلاف او اللي بتولد المشاكل او اللي بتولد الاحداث هي اللي بتهمنا لما نيجي احنا نتجنب هاي الاثار نتجنب هاي المشاكل والتحذيرات اللي انا بعملها معناته ما رح يظل ست شهور لو الدم او شخص مثلا صار معه حادث تبعيات المرض والكسور والعلاج وهذا بتتأخذ اشهر طبيعة الحال مش معنى هذا انه الزاوية هي ضلت سنة وسنتين وست شهور ومش عارف ايش لا هي تبعيات الموضوع فعشان هيك لما نحتاط احنا فترة الاربع ايام خمس ايام ست ايام ما نعمل مشاكل فيها ما فيه تبعيات للموضوع مش معنى انه والله انا بدي خلص اي جتني فرصة للزواج راحت فرصة الزواج بالكسوف معناته انا ما رح اتزوج لسنة لقدام ما بتركب بالعقل يعني اه كمان حاب انبه لا انوه لنقطة انه دائما لما بيكون في كسوف او خسوف المناخ تلقائيا بيتغير قيسة على هذا المقياس اذا المناخ تغير انا شو بدي يتغير فيه فهو ضغط مثل ما كركب المناخ وعمل حالة من عدم الاستقرار ياه بغيوم وامطار ورياح وغبار وهيز واشياء من هذا النوع نفس الشيء بيعملها على البشر نفس الشيء بيعملها على الحيوانات نفس الشيء بيعملها في كل شيء هذا تأثير ارتباط الكون فدائما لما بيصير هذا الكسوف او الخسوف دائما مننبه الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالرئة ليش؟ لانه هذولا الاشخاص بتكون الحساسية عالية جدا عندهم وايضا الغبار بتأثر عليهم بشكل كبير فبدهم ينتبهوا من حالات التحسس وايضا من حالات الاختناق بدهم يركزوا بشكل جيد ويدفوا حالكم نيح طيب خلينا نشوف التأثيرات على جميع الابراج ونشوف ايش اكثر الاشياء اللي بدنا نحذر منها خلال الفترة اللي رح يكون فيها الكسوف طبعا اللي ذكرته هذا بشكل عام كلنا لازم نحذر منه اللي ذكرته قبل قليل ولكن الان كل برج بده يزيد حذره على النقطة اللي رح اذكرها لالو يعني بدي يأخذ الاولى وبدي يأخذ اللي بدي أذكره الان يركبهن على بعض معناته انت بدك تحذر في هاي النقاط فبتسمع برجك وبتسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بدهم يحافظوا على مصالحهم وبدهم يحذروا في اي خطوة جديدة بتنعوا عن العصبية عن الحدية عن اتخاذ القرارات الحاسمة والفيصلية في حياتكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بدهم يحذروا من مؤامرات تحاك ضدهم بالخفاء وايضا ما يتخذوا اي خطوات قانونية او ما يتخذوا اي اجراءات وقرارات ضد اي شخص الا بعد ما ينتهي الكسوف برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة مشاكلهم بتكون من علاقاتهم الاجتماعية وايضا خلاف ممكن يكون ما بينهم وبين صديق هذا الصديق يصير فيه خلاف او يفشي اسرار فتحتد الامور ما بينكم ممكن تصل للقطيع فحاول انك تضبط عصابك وتكون حكيم في ادارة المسائل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بدهم يحذروا في علاقاتهم مع المسؤولين وايضا بدهم يحافظوا على سمعتهم وما يجازفوا ما يغامروا ما يخوضوا باي شيء في مخالفة للقوانين يعني حفاظ على السمعة بكل معاني برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بدهم يحذروا على الطرقات خاصة في السفر البعيد اذا عندهم سفر بدهم يتفقدوا امتعتهم يتفقدوا سيارتهم يتفقدوا تذكرتهم يتفقدوا طيارتهم يروحوا على المطار قبل بوقت وايضا بدهم يتجنبوا المواضيع القضائية ويتجنبوا الخلافات مع اشخاص جانب عنهم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بدهم يحذروا في شراكاتهم المالية دير بالك من الاخطاء بالحسابات بالاموال تغامر باموال الغير تداين حد فلوس او تكفل حد فلوس او تأمن لأي شخص بدون ما تتحقق لانه سهل جدا يكون فيه نصابين ومحتالين برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الشراكة المالية والعاطفية هي اللي على المحك فبدك تنتبه من خلافات مع شركاء العمل وايضا الخلافات ما بين الازواج اللي ممكن تتطور للأسوأ فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب وايضا انتبهوا طاقتكم بتكون ضعيفة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الخلافات بتكون مع الزملاء في العمل في نطاق العمل وايضا بتكن تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات الصحية وحاولوا تركزوا بشكل جيد اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع الطبيب وهي فترة لا تصلح للعمليات الجراحية لا الكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدهم ينتبهوا في علاقاتهم مع أحبائهم من سوء تفاهم أو من فرض السيطرة والسلطة والتحكم وخصوصا مع الأحبة ومع الأولاد وبرضو ما تبالغوا بهواياتكم وهي فترة لا تصلح لعمليات التجميل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز رح يكون على المسائل العقارية احذر من المحتالين أو النصابين أو تشتري عقار بدون ما تتأكد من أن الأوراق مسجلة صحيحة أو مثلا انتبه من الأعطال المنزلية والخلافات العائلية أيضا لأنه برضو بتكون على المحك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدهم يحذروا في السفر داخليا داخل البلاد أو داخل المدن وتنقلاتهم وفي علاقاتهم مع الإخوة والجيران وأيضا من العصبية أثناء النقاش والحوار وما يعتمدوا على الحدس وبرضو ما يعتمدوا على الحضوض إذا كان عندهم امتحنات برج الحود بالنسبة للموليد برج الحود طبعا بدهم يحذروا من الخطوات المالية خطواتهم المالية من النصابين من المحتالين من سرقة من ضياع حاجياتهم من المجازفات المالية إنه تغامر والله فرصة إني أكسب مال أو في مربح الآن بد أدخل بها الصفقة بجيب لا أدير بالك انتبه الفترة هاي مش مناسبة حتى لو كان فيه مغريات للموضوع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء